أمام محاولات دولية حثيثة لإخمد نار الحرب في غزة ثمت قرارات تصب الزيت على النار آخرها تلك التي خرج بها الكنيسة الإسرائيلي والتي تمثلت بقرار حظر عمل الأنوروى في قطاع غزة القرار ضرب أوساط دول إقليمية وغربية بما خوف من تداعياته والتي اعتبرتها أمريكا وبريطانيا ودول عربية بمثابة سابقة خطيرة في انتهاك صارخ للقانون الدولي سيعمق معاناة أطفال ونساء القطاع جراء ما يواجهونه من انقطاع للمياه والكهرباء وشلل في المشافي وانتشار الأمراض فيما تعتبر الأنوروى هي المنفذ الوحيد لإنقاذ حياتهم تحت وطأة النار والحرب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي دقا نقص الخطر معتبرين أن القرار بمثابة إطلاق شرارة مزيد من العنف والتوتر في المنطقة مما يعمق الأزمة الحالية ويزيد من صعوبة الوصول لحلول للصراع القائم منذ أكثر من عام وفوق الرفض الدولي وتحذيرات باغتيال حق إنساني موثق عالميا تأتي تقارير بتوقعات خطيرة من عيار استمرار العنف واندلاع احتجاجات داخل المخيمات الفلسطينية في الضفة وخارجها لما يسببه القرار من تسجيل ضحايا أبرياء بين قطاع الأطفال والنساء تحديدا كما أن القرار حسب خبراء يضعوا إسرائيل في مواجهة مع المجتمع الدولي مما يهدد بتصعيد التوترات الدبلوماسية خاصة مع حلفائها الغربيين الذين يعتمدون على الأونوروى لضمان الاستقرار في المنطقة وهو ما يحبط جهود التوصل لحل وتهديئات دائمة في غزة